فالقرآن الكريم وإن خط بالبنان وتولي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصراته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن القرآن الكريم كلام الله تعالى وليس مخلوقا عقيدة المسلم الصحيحة أن القرآن كلام صفة من صفات الله ليس مخلوقا لأنه كلام الله حقيقة خروفة ومعانيه تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا وآمن به المؤمنون حقا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسبع كلام الله فكلام الله صفة من صفاته وصفات الله غير مخلوقا فالقرآن الكريم وإن خط بالبنان وتولي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصراته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والميداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال تعالى واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله فالصوت ولا الحال صوت القاري لكن ما المثل قول الباري سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر